قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم صحيفة بريطانية تكشف السبب فقدان أمر عبطل رسمية مع مونشستر بور الزوق يواجه تهمات خطيرة للرقراغي الفيفا يتدخل بقوة لحل أزمة خطيرة تهدد المنتخب الوطني المغربي قبل نهائية كأس أفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار صحيفة بريطانية تكشف السبب فقدان أمر عبطل رسمية مع مونشستر كشفت صحيفة ضغصة بريطانية أن ترجع عدد الدقائق التي يلعبها سوفيان أمر عبط رفقة فارق مونشستر يونايتد راجعون إلى مشاركته في كأس أفريقيا المقبل رفقة أصود الأطلس ووضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي إيرك تنهاغي يفضل الاعتماد على اللعب الشاب ماينو لسد الفرق الذي سيتركه رحل أمر عبط طيلة شهر يناير المقبل وايقحمه في التشكلة حتى يتأقلم مع أجواء الفريق ولعب الدولي المغربي 63 دقيقة فقط من آخر الأربع مباريات للفريق في الدور الإنجليزي من أصل 360 متاحة واعتبرت الصحيفة أن ترجع مستوى مرابط راجع إلى توظيفه من قبل المدرب في مركز الظاهر الأيصر في العديد من المباريات بورزوق يوجه اتهامات خطيرة للرقراغي وجه الدولي المغربي السابق حمز بورزوق اتهامات خطيرة للناخب الوطني وليد رقراغي بسبب استدعائه لاعبين من الوداد الرياضية للمعسكر الأخير للمنتخب المغربي وقال بورزوق قد ناحل له ضيفا على إداعة راديو مرس أن وليد رقراغي متواطئا مع نادي الوداد من أجل توقيف البطولة الاحترافية بغارض إراحة لاعب النادي الأحمر وأضاف المدرب كان عارف أنه اللاعبين كان خصهم يرتاحوا ذك الشعلاش عيض على ثلاثة ملعب في محتوى حد وأترى تصريحة بورزوق جدلا واسعا مرة أخرى بعد موجه هذه المرة اتهامات خطيرة لمدرب المنتخب الوطني المغربي الذي يمتلك كامل الصلاحيات لاستدعاء الأسماء التي تخضم خططه وطريقة لاعبها الفيفا يتدخل لحل أزمة خطيرة تهدد المنتخب المغربي قبل نهاية كأس أمم أفريقيا تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحل الأزمة التي نشبت بين الأنذية الأوروبية والمنتخبة الأفريقية المؤهلة لخوض نهاية كأس أفريقية للأمم والتي من بينها المغرب والتي ستقام بين يناير وفبراير القادمين بالكوديفور بخصوص موعد تصريح اللاعبين الدوليين الممارسين بأنذية بطولة أوروبا ومن أجل تطويق هذه الأزمة قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتحديد يوم الثامن والعشرين من دجمبر القادم موعدا نهائيا لتصريح المحترفين الأفارق لمعسكرات المنتخبات الوطنية الإفريقية قبل التوجه إلى الكوديفور وألزم الاتحاد الدولي للعبة الأنذية الأوروبية التي يلعب لها اللاعبون الأفارق بتصريحهم لمنتخبة بولدانهم قبل أسبوعين من انطلاق كأس أفريقية ويأتي هذا القرار في إطار حرص الفيفا على ضمان مشاركة اللاعبين الأفارق في نهاية كأس أفريقية للأمم التي تعد أحد أهم البطولات القارية اختيار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أفضل منتخبين أفريقية نظمت اتحاديات الكونفيدرالية الرياضي الأفريقية الأوكسا حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية أفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وجاء تكريم المنتخب الوطني لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب وطني بالقارة الأفريقية نظر الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه أصود الأطلس خلال نهائية بطولة كأس العلام 2022 بعدما بات أول منتخب أفريقيا وعربيا يصل إلى الدور نصفين نهائي وتسلم الجائزة التي قدمها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي السيد حمز الحجوي النائب الأول لرئيس الجامعة الملك المغربية لكرة القدم وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال السيد حجوي أن تكريم المنتخب الوطني المغربي بجائزة أفضل منتخب أفريقي من طرف اتحادية الكونفيدرالية الرياضي الأفريقية جاء عن جدرة واستحقاق على اعتبار أن المنتخب الوطني متل القارة الأفريقية في هذا المحفل الرياضي العالمي أحسن تمثيل ببلوغه المركز الرابع في نهائية هذه البطولة وأضف أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال منذ القطر 2022 كانت تمرت السياسة الحكيمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس في مختلف المجالات ومنها مجال الرياضة وقال إن هذا التكريم يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار المكانة التي تحتلها المملكة على الصعيد الأفريقي وتويج بجائزة الأكسا أيضا كل من وزارة الشباب والرياضة المصرية كأفضل خدمة للرياضة الأفريقية والليبيري جورج وايا كنجم نجوم كرة القدم الأفريقي العالمية والسينيغاليا فاطمة صامورة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل شخصية رياضية نسائية في أفريقيا والجنوب أفريقي سامرام سامي رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة كأفضل إدارة رياضية في القارة كما تم منح جائزة أفضل نادي أفريقي للأهل المصرية وأفضل اتحاد أفريقي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأفضل رياضي أفريقي للسينيغالي الساديومانية وأفضل رياضية أفريقية للتونسية أنس جابير يشار إلى أن اتحادية الكونفيدرالية الرياضية الأفريقية عقدت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا والذي شمل محاور عدة تهم الإعلام والفسد الرياضي والسليب الويقية من الفساد وتكنولوجيا الدكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة وقانون والحكام للهيئة الرياضية إلى جنب عرض العديد من التجارب النجحة للاتحاد الرياضي والتي عملت على مكافحة الفساد ومعرض رياضي أفريقي تخللت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية وانتخاب مجلس إدارة جديدة تقود اتحادية الكونفيدرالية الأفريقية أنصار يسجل ويعادل رقم بننبارك في الدورة الإسبانية سجل الدولي المغربي يوصف أنصار هدفا خلال المباراة التي خسرها فريق إشبيلي أمام مضيف رياض سيدادة بهدفين لواحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدورة الإسبانية وقع أنصار الهدف الوحيد لفريقي في الدقيقة الستين وعادل بذلك يوصف أنصار رقم العربي بننبارك كأفضل هدفين مغربيا في الدورة الإسبانية برصيد 58 هدفا لكل واحد منهما ويعتبر هذا هو الهدف الخامس لأنصار في الدورة الإسبانية هذا الموسم وتامله في جميع المسابقات مع فريقه الأندلسي قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم صحيفة بريطانية تكشف السبب فقدان أمر عبطل رسمية مع مونشستر بور الزوق يواجه اتهامات خطيرة للرقراغي الفيفا يتدخل بقوة لحل أزمة خطيرة تهدد منتخب الوطن المغربي قبل نهائية كأس إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر